في أكتوبر من عام 2015 أعلن مبعوث الأمم المتحدة في مدينة السخيرات المغربية أسماء حكومة الوفاق بليبيا برئاسة فايز السراج وفي مارس من عام 2016 تولى السراج رئاسة المجلس الرئاسي الذي انبثق عن اتفاق السخيرات بين الفرقاء الليبيين ورغم مجيئه عبر اتفاق السخيرات فإن تشكيل المجلس الرئاسي لم يكن بالانتخاب المباشر ولا من قبل هيئة منتخبة مجلس حكومة السراج أخفق مرتين في الحصول على ثقة مجلس النواب المنتخب والمعترف به دوليا وبالتالي لم تؤدي تلك الحكومة اليمينة الدستورية أمام البرلمان كما نصت اتفاق السخيرات على أن بقاء المجلس الرئاسي لمدة عام قابلة للتجديد لعام آخر على الأكثر لكن المجلس مستمر في موقعه في طرابلس منذ أكثر من أربع سنوات شهد المجلس الرئاسي لحكومة السراج شقاقات واستقالات كثيرة من أعضائه في مناطق ليبيا اعتراضا على انفراد السراج بالقرارات داخل المجلس وردا على وقع توقيعه على مذكرة تفاهم من جانب واحد مع تركيا تعالت أصوات تطالب بسحب الاعتراف الدولي من السراج وحكومته واعتبر مجلس النواب على لسان رئيسه عقيلة صالح أن ذلك الاتفاق يترتب عليه احتلال تركي لأراضي ليبيا وانتهاك لسيادتها شكرا